السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم نجلاء الحميدي نهاردة هنعمل مع بعض التورتة الجميلة دي من الالف للياء وبنعملها تورتة شاترانج والصورة بتاعتها اهي من جوه ده شكلها اهو وصورة كمان اهي هورها لحضراتكم بس لو اول مرة تشوفي القناة متنسيش اللايك وشيرو السابسكرايب ولو عايزة تشوفي كل وصفاتنا على اليوتيوب مطبخ نجلاء الحميدي ودي تورتة الجليزة عملناها مع بعض قبل كده ودي تورتة العروسة دي تورتاية كنت عاملها في عيد ميلاد بنتي جودي الكبيرة واهي كنت عاملت تورتاية دي انا بستعرض معاكم شوية من التورت اللي عملتها لهم من قبل كده ودي كده كنت عاملها الجمانة وهي لسه عندها سنة ودي كيتي كنت عاملها مجسمة لجودي وهنعمل الحاجات دي كلها مع بعض بازن الله على القناة تاني للي حابب بيكتب لي في التعليقات هعمل تورتة العروسة قريب وده كمان كده ده كله كنت بعمله في اعياد ميلادهم ودي كمان كده كانت نصتها شوكولاتة ونصتها ابيض وحطاها بالفواكه ودي اعملتها الجودي بنتي الكبيرة وهي عندها سنة هي عندها دلوقتي خمس سنين واسابكم بقى مع جمانة الصغيرة هي اللي هتقدم الحلقة ويا رب بقى تستحملوها في عيد ميلادها يلا جمانة اهو يلا قولي سلام عليكم يلا اهو يلا سلام عليكم سلام عليكم برحمة الله وبركاته بع عدكم يولا استير محمد كوتن حزن حزن اهو يسين اهو يلا هنعمل النهاردة هنعمل اي اقول لهم يلا هنعمل لا اقزعلونا عشان انت متقوليش النهاردة هنعمل ايه يلا عشان ما يزعلوش اموم بيضحكوا اه يلا قولي بقى هنعمل ايه النهاردة؟ هنعمل تورت بكتي ونعمل زبيلة ونعمل ايه؟ زبيلة نعمل تورت اه تنسوش القناة تنسوش اللايك وتنسوش اللايك شير سبسكرايب 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 و هنعمل النهاردة ايه قولي تورت علشان ايه؟ بتاع جوانه و وعملت جوانه وزوانه هنبس وستان ايبا و اه انا انا عدت بكتي ايه وعقري براوانه بم ايوا لايك شير سبسكرايب 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 باي باي انا عمل تورتة ودي كانت بعض الصور بتاعت جمانا لعيد الميلاد ويا ربي تكون جمانا عجبتكم في تقديم الحلقة واسف على الاطالة ودي جود وجمانا ونبدأ بقى في الحلقة بتاعتنا وهنقول على المقدير بتاعتنا مع بعض اولا انا معايا عشر بدات انا فصلت البياض على السفار ومعايا كباية ونص من الدي وعليهم رشة من الملح ايه تمام ومعايا اه انا فصلت البياض عن السفار ده بياض عشر بدات طبعا في درجة حرارة الغرفة وده السفار بتاعهم تمام ومعايا كباية من السكر الناعم ومعايا معلقة من البكنج بودر مش مليانة قوي ولمعلقة صغيرة مليانة وهقلبها في الدقيق ومعايا فانيليا دي كل المقدير بتاعتنا حط شوية منها على السفار وشوية منها على البياض تمام هضرب انا بقى انا حط السكر شوية هنا وشوية هنا شوية على البياض البيض وشوية على سفار البيض السكر سكر نعم مش مش مطحون انا هحط بقى البياض بتاعي علشان اضربه ولحد ما البياض يضرب اهو انا هبدأ اضرب انا في السفار وكده بضرب اهو هنحطيت السكر طبعا وهبدأ على السرعة الاولانية وبعد كده هزود السرعة لحد ما بقى شكله بالشكل ده والبياض اهو بيتدرب معايا وده شكل البياض اهو شايفين لما قلبها كده ما تقعش مني ده الضرب الصحيح لبياض البيض هنزل انا بقى بالخليط اللي انا ضربته اللي هو السفار بالسكر بالفانيليا وهبتدي اقلب من تحت الفوق بمعلقة الخشب او معلقة سلكون بالراحة جدا 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 وهبدأ ازود الدقيق واحدة واحدة لما اقلب الاول السفار في البياض ويبقى خليط معانا اه واحدة واحدة من تحت الفوق هبتدي انزل بالتدريج انا بالضيق طبعا وقلنا كوباية ونص وعليهم رشة من الملح اهوش بالطريقة دي من تحت الفوق كده بالراحة جدا الخطوة دي اخدت معايا بتاع تلت ساعة وطبعا لو هتحتاجيها لو هتحبيها بني هتحط كوباية ابيض ونص كوباية كاكاو علشان تبقى لونها بني او تشوكليت انا جبت معايا انا عايزاها تبقى بالحجم ده جبت صانية وبط انتها برق الزبدة من تحت صانية دمقاس تلاتين وهبتدي انزل انا عايزاها نفس الحجم ده مش عايزاها عالية زي التلت اللي فاتت انا هعمل تلتتين دي واحدة بيضا وها اهو نزلتها نفس الخليط ده واخبطها تلات خبطات كده علشان لو فيها اي هو يخرج ودخلتها الفرن على درجة حرارة مية وتمانين لمدة خمسة وتلاتين دقيقة وده شكلها اول ما خرج معنا اهو ودي الشوكولاتة هقول لكم ده شكلها كده اول ما خرج اهي مش اول ما خرجت انا سبتها وتاني يوم شلتها من الفرن يعني انا خبستها مبارح وخرجتها النهار ده مسلا علشان تبقى نجحة معك ودي التانية انا عملتها برضو تاني يوم وخرجتها عملتها بني نفس نفس المقدار بس كوباية ابيض ونص كوباية كاكاو خام تمام وانا هعملهم الاتنين مع بعض شطرانج زي ما قلت لحضراتكم انا معي هنا اه الشوكولاتة بتاعتي معي خمسمائة جرام من الشوكولاتة ومعلقتين من الزبدة ومية وتمانين جرام من اللبن طبعا قلنا لو ربع انا كده هفتحها لو ربع كده هفتحها اهو لو ربع الشوكولاتة هيبقى متين وخمسين جرام شوكولاتة على تسعين جرام آآ لبن ومعلقة زبدة واحنا طبعا عملنا الصوس مع بعض قبل كده انا هقسمها بس اتنين زي ما حضراتكم شايفين كده دي اتنين ودي اتنين وهبتدي اقسم فيها ايه لشطرانج بتجيب اي حاجة بقى تقسميها لشطرانج ده الصوس بتاعي اهو طبعا انا دخلته المايكرويف حطيته على دقيقة وبعد كده دقيقة وبعد كده ايه عشر ثواني ولحد معاه بقى بالشكل ده وحضرتك ممكن تعمليه على حمام مائي على البوتاجاز انا جبت معايا اهول قطعت الطرط انا عايزة المقاس ده اهو حددت وبقطع بالسكينة وصغلت الحجم تاني انت ممكن تستخدمي اي حاجة عندك اهو صغلت الحجم تاني وببتدي اقطع بالسكينة زي ما حردكم شايفين كده وعايزة كمان حاجة اصغر من كده اهو انا بقطعه عايزة كمان اصغر معي اهو طبق اهو اي حاجة وتبتدي بقى تحديد زي ما شفت اهو بنخرجها وهقطع انا الباقي اللي معايا هقطع البيضة واللي باقي من الشوكولاتة اهو نفس المقاس بالزبط طبعا قسمتيها بالمقاس بتمشي بنفس المقاس وهبتدي اهيد اشكلها كده وهبتدي برضو اصغر الصينية معايا وابتدي اقسم وهمشي نفسي بالزبط ما عملت في البني اهو زي ما حضراتكم شايفين وحددتها وبحط برضو الصغيرة اهو وطلعتها كده انا هكمل معايا البيئة انا جبت معايا طبعا بتاع اربع خمس معالي كده من المربى ده الكريم شنطي انا اللي ضربته اهو اهو حطيت ربعمائة جرام من الكريم شنطي على تلات كبيات او اربع كبيات من اللبن على حسب ما بتكون محتاجاها انا حطيت اهو واحدة البيضة الحرف الاول الابيض بعد كده البني او ممكن تعمل العكس وهحط بقى الصغيرة اهي البيضة وبعد كده هحط البني تمام زي ما حضراتكم شايفين عشان تبقى معايا شطرا وجبت معايا اربع معالي مربى وحطيت عليهم شوية من المياه الدافية وبس بيها الكيك او ممكن عسل اه ومياه دافية او ممكن سكر بمياه المهمة علشان تبقى السقي الكيك ده بيدينا تراوة للكيك وبيبقى طعمه حلو علشان ما يكونش ناشف معاكي وزي ما حضراتكم شايفين انا جبت الكريم شامتي اهو وباملة بيها كلها كده زي ما حضراتكم شايفين وهفردها عليها وهبتدي انزل بالطباقة طبعا اول حاجة عملناها البيضة الحرف الابيض في الاول هنبتدي نحط بعد كده اهو البني زي ما حضراتكم شايفين ما ينفعش نحط بني مش هطلع معانا شطرانج حطيت معايا البني بعد كده هحط الابيض زي ما حضراتكم شايفين كده وحطيت البني وبحطيت الابيض بتحط حاجة عكس التانية زي ما قلت لحضراتكم وهبتدي برضو اسقي الكيك علشان يبقى معايا طعم وحلو يبقى معايا طري وهبتدي احط كريم شانتيه وفردته انا كان عندي عملت كريم شانتيه بني حطيت عليه شوى من الكاكاو وحطيته في الطباقة دي وبتطبع انا كنت حتى بني تحت حطيت ابيض وبعدين بني وبعدين ابيض وبعدين اللي في النص هتبقى بني علشان لما نيجي نقطعها وهبتدي برضو احط الكريم شانتيه وهو هنسئل اول وبعد كده هحط الكريم شانتيه وهبتدي اغلفها انا عايزاها المقاس ده الحجم ده زي ما قلت لحضراتكم مش عايزاها عليها هبتدي بقى هساوي انا بالكريم شانتيه انا معايا اسباتيولا او بسكينة او باي حاجة عندك ومعايا زي ما قلت لحضراتكم هنعمل بالسكريبر آآ وزي ما قلت لحضراتكم ده جابا من ادوات الحلواني هما التلاتة بخمساشر جنيه اهو سوا معايا الكيك وبقى اه زو حواف حدا وشكلها حلو قوي هدخلها انا بقى بعد ما خلصتها هدخلها التلاجة لمدة ساعة او ساعتين علشان تبقى مسكة معانا كويس لما نيجي نصب السوس عليها وطبعا لازم السوس بتاعك يبقى بارد ما يكونش سخنة علشان ما يسيحش معاكي الكريم شانتيه ومعايا السوس اهو وهدخل انا الترطة معايا وهطلعها بعد ساعتين انا طلعتها بعد ساعتين والسوس معايا اهو بقى بالشكل ده مش سخن طبعا وبارد علشان ما يسيحش معانا الكريم شانتيه وهبتدي انزل اهو من فوق زي محاضراتكم شايفينه طبعا الشوكولاتة بتاعتنا درك الشوكولاتة درك اهي وهعمل كده باللسباتيولة هزبطها وهبتدي انزل على الاحرف بتاعتها علشان تبقى معايا الجناش كله على الكيكة بتاعتنا والشوكولاتة اللي تقع انا حط حاجة اهي الشوكولاتة بتقع فيها طبعا هستخدمها تاني وما ترميش اي حاجة طبعا كبات القهوة دي عشان تصبت الدماغ او الضغط الواطي تمام اهو ونزلت عليها بكل الجناش بتاعنا وطبعا في حاجة تحت بيوع فيها الجناش الباقي علشان نبقى نستخدمه بعد كده انا باملق الحواف بتاعتها كلها وملتها كلها اي كده بالجناش زي ما حضراتكم شايفين اهي انا معايا الشوكولاتة دي هنعملها مع بعض انا عاملاها هنا اه هنعملها مع بعض في حلقة تانية هنفضل نلعب شوية كده بالشوكولاتة زي ما احنا عايزين عملتها على ورق الزبدة وهنعملها مع بعض وهنشوفها انا معايا هنا ايه كريسبي كده او شوكولاتة اللي هي الكريسبي الوان هبتدي احط بقى ايه الاشكال زي ما حضرتك حابة تحط اي حاجة كده او اشكال عشوائية التزويع ده بيرجع لحضرتك كشكل كده ايه كمان ايه الاطفال بيحبوا الحاجات دي جدا حضرتك بقى بتحطي الاشكال اللي حضرتك عايزاها بتزيني بقى الشكل اللي حضرتك عايزاها اهو انا ما دخلتهاش التلاجة بعد السوس انا ادوب بحطة السوس وارحت ايه حتى ايه طبعا احنا في شتا وهتمسك الواحدة واحطي كريسبي صغير زي ما حضرتكم شايفين كده وبتحطي بقى اشكال عشوائية زي ما حضرتك اه حابة ودي شوكولاتة كمان اهو اهو ده كده شكلها النهائي بعد ما خلص ويا رب بقى تكون الحلقة عجبتكم وما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب مع تحياتي نجلاء الحميد